طيب أهلا وسهلا فيكم نجديد بفقرتنا التعليمية لليوم نعرف أنه الطلاب مقبلين على الامتحانات النهائية طبعا بالمدارس طبعا هلأ بزيد التوتر سواء عند الأهل أو عنده الطلاب كيف نستطيع سيطرة على هذا التوتر وكيف نستطيع أيضا أنه نحفز طلابنا على أنهم يزيدوا تركيزهم خلال الدراسة من خلال أدوات بسيطة منقدر أن نتبعها نتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع الدكتور يزن عبدو الرئيس التنفيذي لأكاديمية شارك للتطوير سواء الخير أهلا وسهلا فيك دكتور قبل أن نتحدث عن الأدوات التي يجب أن نلجأ لها لنوجه طلابنا حتى يكون بالنسبة لهم الامتحانات سهلة وميسرة وأيضا طريقة الدراسة سهلة نتحدث بداية عن موضوع نسيان المعلومة يعني إذا أبدأ أحكي من تجربة شخصية أنا زمان لما كنت أدرس بالمدرسة كنت أقعد أبصم 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 كانت أمي تدخل عليها تقولي بكف يتبصمي يعني هذه الطريقة التي تحفظ فيها وهي بس أنك الدخل المعلومة بس أنك تظلك تعيدي 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 هذه هي معلومة خاطئة جدا فلما غيرت الطريقة وجدت أنه لا الطريقة الثانية التي أنا أستخدمها أنجع فبداية كنت عم بنسى المعلومة تماما مع أني كنت أضل أعيد فيها وأزيد فيها فهون بدنا نحكي عن سبب نسيان المعلومة وأيضا كثير في طلاب لما يدخلوا على الامتحان بيكونوا حافظين كل شيء لما يدخلوا وبينسوا المعلومات اللي حافظينها تماما فإحكينا شو هو السبب جميل الموضوع بتعاني منه نسبة عالية من الأسر أنه ابني بدخل وبعد فترة وبحفظه وبطلع بسمع له وبعرف بعد ربع ساعة بنسى المشكلة أنه إحنا ما اشتغلنا على الذاكرة على معلومة مهمة بالذاكرة أنها تتكون من ذاكرة قصيرة الأمل وذاكرة طويلة الأمد قصيرة الأمد إحنا من وصفها أنه كأنه ست وحدات ست بوكسز موجودة إذا دخل بوكس جديد بقيم واحد من الإدام هاي قصيرة الأمد فهي المشكلة أنه أبنائنا وحضرتك ميز عم بيدخلي بالقصيرة الأمد صح أنه المعلومة بتني وجدت قصيرة الأمد بس بعد فترة قصيرة الأمد بتروح وبتكون معلومة جديدة المشكلة أنه ما نشتغل مع أولادنا أو إحنا كطلاب على الذاكرة طويلة الأمد اللي بتخزن المعلومة وبقدر أنا أسترجعها وقت ما بدي للقصيرة وأكتب وأجاوب بالامتحان ومش صعب أبدا كثير من طلابنا باستخدموها كيف يعززوا إنهم يدخلوا المعلومة في الذاكرة طويلة الأمد حتى تتخزن صح اللي هي طاقتها الاستيعابية اللي لا يتخيلها بشر يعني ما في رقم بحكي عن الطاقة الاستيعابية أتمكن كم المعلومات اللي عنا مخيفة جدا غير مقاسة بالعلم غير مقاسة من كتر ما هي ضخمة جدا فمن الأدوات الرئيسية إنه أنا أعمل إشي اسمه أحفظ مع فهم مش تكرار وبصم بين قسين أصم بس من جرد معلومة معلومة عم بكررها هذه بس بالقصيرة لكن لما أستخدم مهارة الفهم للمعلومة أنا عم بخزنها بذاكرة طويلة الأمد وبقدر أسترجعها هذا واحد تنين إحنا في طريق تاني بسميها التنظيم وبعد طلابنا بستخدموها بكفاءة جميلة جدا بالفترة الربانية تبعتهم إنه هو بقدر ينظم المعلومة بطريقة مثلا الخرائط المفاهيمية بكتب عنوان الدرس برسم تحته شجرة بنزل من تحته كذا هذا الشكل بزيد الفهم وبزيد استخدام حواس عند الأبناء البصر والكتابة الحسي والسمع بسمع وبينظم المعلومة فلما يجع الامتحان يستذكر بذكر شكل الشجرة لأنه بيبدأ يطلق المعلومات من ذاكرة طويلة الأمد بيبدأ يسحبها وهذه طريقة كتير ناجحة عند أبنائنا في طريقة تانية إحنا نسميها طريقة التحزيم إنه إحنا نجمع المعلومات مع بعض بطريقة مختصرة زي الاختصارات في اللغة الإنجليزية زي مثلا مثاله في التربية الإسلامية في التجويد كلمة يرميلون بدل ما أحفظ يا راميم لا ما ونون بكتبها يرميلون مثلا فبجمعها بحزمها بمعلومة وحدة زي لما أنا أحفظ أرقام مثلا بدل ما أحفظ الرقم كله ورقم رقم رقم بجمعه 51 51 0 21 أنا عم بحزم المعلومات التحزيم برضو هذه طريقة ناجحة في تفعيل الذاكرة طويلة الأمد عند الأبناء وكل ما استخدمنا حواس خمسة بيكون هذا تفعيل أكتر بدي أشوف وبيدي أسمع وبيدي أحس لما أكتب مثلا أو لما أعمل تجربة بالعلوم أو إذا بيستخدم حس الشم وحس التذوق بيكون أحسن وأحسن في تثبيت المعلومة عند الأبناء واسترجاعها من ذاكرة طويلة الأمد نعم يعني كلما الواحد أو كلما الطالب يستخدم أكبر عدد من الحواس كلما هذا بيساعده على تخزين المعلومة بشكل أكبر كونفوشيس زلمي حكيم قبل الميلاد حكي على المعلومة للآن الأهالي بيقول كونفوشيس وهذا أحد فلاسسين التربويين بيقول أنه قل لي سأنسى شاركني سأتذكر حكيني رح أنسى الحكي لحكي هذا الصم بس خليني أشارك المشاركة هي تفعيل أكثر عدد من حواس الخمسة في المعلومة رح أتذكر أكيد فيريت أنه معلمين في المدارس أهلين طلاب من طبق هذه المعلومة إن شاء الله طيب إذا بنتحدث هلأ أيضا يعني يمكن ذكرتنا هلأ عن الأدوات اللي منقدر نتبهها لحتى انسهل عملية الدراسة بالنسبة للطلاب إذا بنتحدث عن مفهوم الامتحان كامتحان يعني مثلا إحنا لما كنا طلاب بالمدرسة أو بالجامعة بالنسبة أن الامتحان هو لحظة رعب ولحظة ترهيب وبمجرد ما ندخل منحس أنه صار فيه يعني عملية مخيفة من حيث سواء من المعلم أو سواء من الأهل بتصير فيه حالة استنفار بالمنزل وبتصير فيه حالة استنفار بالمدرسة فهون إحنا كيف لازم نشتغل على مفهوم الامتحان إنه نوصل مفهوم الامتحان والرسالة والهدف من الامتحان لطلابنا لحتى نخفف عليهم وطئة الخوف من الامتحان أنا برؤية بترجى كل أهل كل معلمينا في الأردن في المدارس وحتى في الجامعات بترجى طلابنا إنه نغير لفظ الامتحان لاختبار الامتحان كان يحكي أستاذ دكتور إبراهيم ناصر من وجهه لكل التحية إنه الامتحان من المحنة من الابتلاء اللي تفضلت فيه من المسخين يا لطيف عن جد بصير جو توتر وهذا خاطئ إحنا شفنا أنظمة دولية في أمريكا في بريطانيا في سويسرا الامتحان عبارة عن اختبار الاختبار عبارة عن قياس للمرحلة الزمانية اللي أنت أخذ فيها معلومات أنت وين واصل لأجل التطوير مش لأجل الانتقام أنا بترجى مجموعة لا بأس بها من معلمينا اللي عم باستخدموا الامتحان كأداة انتقام كأداة ترهيب كأداة تخويف كأداة فرد سيطرة هذا لا ينفع لا ينتج إنسان صانع يستطيع أن يصنع الأردن ونجاحات الأردن هذا عمر الخوف ما أمتج إنسان سوي أبدا فيريت أنه نغير المفهوم ويكون كل معلمينا ومرشديننا بالمدارس وأهلينا يوضحوا هذه الفكرة بس بس يحكوا هذه المعلومة بخمس دقائق جماعة إحنا مش بامتحان إحنا باختبار باختبار أن نقل قيس مهاراتك مش بامتحان مصيبة أو محنة أبدا وهذا التهيئة النفسية للطلاب قبل فترة الامتحانات لعله أهم من موضوع دراسة الأبناء لأنه إذا كان فيه خوف ورعب وتوتر وقلق عند ابني مهما كان عنده قدرة عقلية أو ذكاء أو مهارات تدريسية أو دراسية إذا كان عنده قلق وتوتر عاشها من أب وأم أو معلم أو معلمة لن يفلح فيه تفعيل هذه الأدوات بظلوا عايش بقلق وتوتر نعم نحن في الآن والأخير الموضوع عم بحدث جلل كبير في البيوت عم نشاهد حالات نفسية شديدة جدا في القلق وفي التوتر ومسمعها عفوا بيصير عندنا حالات استفراغ في قاعات الامتحان بيصير في عندنا حالات دوخة بيصير في عندنا حالات تعلق شديد وشعور بالبرد ورجفة لأجل بعض المعلمين أو الأهالي وههم كثير للأسف الأهالي اللي عم بضغطوا على الأبناء بموضوع الامتحانات وبعطوهم امتحانات مش اختبارات بالضبط طب هون إيش يعني مثلا بدنا تعطينا يعني زي ما بنقول نصائح واقعية للأهل جميع إنه بمجرد هلأ إحنا مثلا الامتحانات قريبة جدا مش ضايل يمكن أسبوع أسبوعين لبداية الامتحانات النهائية فشو هن يعني شو الأهل يحكوا لأولادهم وشو المعلم يعلم طلابهم هي الاختبارات الشفاهية ترى أو تجري الأولية بدأت في كثير مدارس كمان إحنا لأنه ما عنا أحد أطلاب مدارس دخلوا بالعطلة يعني قربنا الفكرة بتقول ميس إنه لازم أعلم ابني إنه وقت الامتحانات وقت طبيعي جدا وقت الاختبارات وقت طبيعي جدا صح إني بخفف العلاقات الاجتماعية صح إني بخفف الأنشطة اللامنزلية لكن ما بلغيها بيظل في نشاط بيظل في بروح على النادي مرة بالأسبوع في زيارات في حكي في أنشطة مختلفة في بيت وبرى البيت بلاش هالجو الموتر ممنوع حأحكي التليفونات هتسكر هذا الجو موتر للأبناء حقيقة الأمر الثاني ما نضغط على الأبناء بالذات الدراسة البيتية إحنا كأبا وأمهات وفي قاعدة أنا بذكرها بموضوع مهارة مهمة هي أهم مهارات الدراسة والتدريس اللي هو وقت الدراسة الفاعلة وقت الدراسة الفاعلة إحنا ما بدنا كم إحنا بدنا نوع كثير من الأمهات بقولوا أنه ابني بدخل ساعة أو ساعتين وبطلع والله ولا ميح الحمد لله أبيض طلع ليش؟ لأنه الوقت اللي قضاه غير فاعل طب كيف الوقت يكون فاعل في قاعدة هي بصراحة من أمريكا دراسة صارت على أطفال من عمر 6 لعمر 18 سنة نعم الوقت الفاعل للتركيز هو العمر زائد 1 يعني ابني صف خامس عمره 10 سنوات تركيزه لازم يأخذ غصبا عنه استراحة مدتها من ديئتين لتلاتة زي الإنسان لما يعطس مستحيل يقدر يكون فتحيني لا يجربها ديروا باركم بتطلع العين لأن نعم نفس الشي ما بقدر أخزن أو أستخدم عقلي أكتر من عمري زائد واحد إذا أنا توجيهي اللي هي عمري 17 سنة قدر التركيزي 18 دقيقة بعدين لازم أخذي استراحة صغيرة ديئتين ثلاتة بعدين برجع أخذني كمان حصة دراسية 18 دقيقة إذا كنت توجيهي بعدين استراحة بعدين بأخذ الحصة ثالثة بعدين استراحة محلزة طويلة اللي هي عبارة عن نص ساعة تلت ساعة 40 دقيقة حسب عمر الأبناء بالضبط فإحنا خلي الأهل بترجاهم بترجاهم وأنا بسمحة من أبنائنا يوميا غيروا لغة الخطاب مش قوم أدرس قوم استريح سدقوني رح يكون أثرها الإيجابي على الإنتاج في الوقت النوعي للدراسة كتير إيجابي إحنا بدنا بس نقل بالوجه مع أولادنا نكون إيجابيين بالذات بوقت الدرس عشان نحببها بس عم بيجينا شباب وبنات وصغار بقول لي عمو أنا ما بحرف ماما لم تدرسني والله بوقت أين بكبر والله شعرها بوقف بحسه حقيقة الموضوع مش بسيط نصيحة أخرى إحنا نحكي عن الأم الناجحة أو عفوا غير ناجحة بالتدريس في معيار كثير بسيط هو الكرسي إذا الأم كان لها كرسي جنب ابنها أو بنتها أو ولادها أثناء التدريس فهي أم غير ناجحة أبدا بالتدريس شو تعملت لازم تقيم الكرسي المقصود به رنز الكرسي إننا دورنا إشرافي ميس على التدريس دوري إني أعلم إبني مهارة التدريس أمتى بيبدأ ابني يدرس لحالم الصف الثالث وأنا دوري إشرافي شو إشرافي بعلم ابني ينظم جدوله اليوم إيش عنده دراسة ينظم وقت الدراسة إنه أنا بدأ أخذ بريك هون وبريك هون وبريك هون وبريك طويل هون إيش بدي أعمل أنا بهذه الاستراحات أذكره أراجع له مثلا سمع أشيك على الواجب ما في داعي الأم تدخل بالتفاصيل لما الأم تدخل بالتفاصيل تتحول زي ما تفضلتي بنفقد حب الدراسة عند أولادنا ونفقد إنتاجية الدراسة الأبناء اللي عندهم اعتمادية وقدرة ذاتية على الدراسة وبإشراف الأم أعلى نجاحا وأعلى نسبة علامات من الطلاب اللي مصارعة بتتحول لشرطة وحرامة هي أولادها في التدريس والدراسة فمش دورك مش دورك أبني الدرسي ولا تدرسي عنه دورك تشري في عليه في موضوع الدراسة ما أنت تعملي له مثلا واجباته المنزلية كثير من نشوف بالضبط واضح تماما أنه خط كبير أو خط مختلف عن خط الولد فهذا خطير جدا ومنعلم أبنائنا بلا شكل اتكالي للأسف نعم يعني نوجههم التوجيه الصحيح كيف يتعاملوا مع الدراسة وكيف ينزموا وقتهم وينزموا دراستهم بالآخر نطلق لهم العنان لكن لازم يكون فيه دائما إشراف يعني مش معناها أنه الأم أنت ترفعي إيديك تماما لازم يكون في إشراف ومتابعة نحن نحيها دائما أنه تخيلي معي ميس أنه أنا أعطت إنسان بسيارة وما دربته على الإسواقة فأكيد رح يعمل لي ستين ألف حالة سمح الله بالطريق نفس الشي مع الأولاد الدراسة والمذاكرة هي مهارات مهارات يعني أدوات أنا ممكن أتمكن منها أو ممكن لا أولادنا عم يعيشوا 12 سنة بالمدرسة من الصف الأول لصف 12 وأدرس طب كيف أدرس ما علمت ما مكنته من مهارات المذاكرة من مهارات الذاكرة من مهارات تنظيم الوقت من مهارات مثلا التعامل مع المواد العلمية وبنزله على الساحة الدراسة وأنا ما علمته بالظبط رح يعمل لي ألف حادث وألف تعثر وتعثر وممكن أنه أقضع مستقبله بسبب أنه أنا ما مكنته المهارات مدارس ما عم يتمكن للأسف أحيانا كثيرة أهل ما عم يمكنه والولاد بطلعوا موضوع الدراسة عندهم موضوع طارد مزعج مقلق موتر جدا نعم طيب بصير قبل ما نحكي إيش هو سؤالنا التفاعل المتعلق بالعملية التعليمية للطلاب بس بحب لو سمح الدكتور يزن تعيد الإحصائية اللي ذكرتها أو الدراسة اللي ذكرتها اللي صارت بأمريكا عن عملية إعطاء البريك أو الفرصة للطالب بأنه يرجع يرتاح بعدين يرجع يدرس جميل هي الدراسة من عمر 6 لعمر 18 سنة بتقول القاعدة إنه وقت تركيز ابني إذا كان عمره من 6 إلى 18 هو في الدراسة عمره زائد واحد عمره 6 سنة صف أول تركيزه 7 دقائق ميس القاعدة هاي مش بس بالتدريس البيت حتى في التدريس المدرسي يعني المعلم في الصف الأول ما هي لازم المعلمة إحنا منستغرب من أنظمة عالمية لما المعلم ينطلب منه تحضير ما منطلب منه تحضير المواد العلمية منطلب منه تحضير أنشطة صفية معلمة الصف الأول لازم كل 7-8 دقائق تعمل دقيقة دقيقتين تحريك للصف عشان يرجع يركز الولد يحرك يلعب طلاب التوجيه حتى بالصف الـ 45 دقيقة لازم على الأقل يكون فيها استراحتين دقيقتين لازم المعلم الأردني يتمكن من هذه المهارات ميس فيه إحصائية كثير خطيرة صارت في الأردن في الجامعة الأردنية مع اليونسف إنه طفل الأردني بسن 4 و 5 وذكرتها بجزء سابقا فيه عنده قدر إبداعية 92% نعم بتنزل إلى 28% بالصف الثالث والرابع فيه قتل للإبداع لأنه إحنا فيه أحيانا ما من مارس تعليم مارس تعليب ودخل بعلب الولد ما من مارس قدرات وهوايات ومهارات وعم من مارس حفظ وصم 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 معلومات يريد أن نلتفت يريد أن نلتفت يريد أن أتوقع أنه قد ما حكينا صار الأوان أنه نلتفت لهاي النقاط وهاي النقاط سهلة جدا يعني مش إشي مستحيل مش إشي بده يكلف مثلا مبالغ وممتعة وممتعة للمعلم والإدارة أكثر من هي ممتعة للطال بالظبط ونرح نشوف المردود بالنسبة للأردن كلها للأردن صحيح طيب نحن اليوم عم نطرح سؤال تفاعلي عبر تطبيق رؤيا لجميع اللي بيتواصلوا معنا طبعا بدنيا يا دنيا سؤالنا لليوم ما هي أفضل مهارة لإنجاح العملية التعليمية للطالب بشكل عام طرحنا عليهم ثلاث خيارات الخيار الأول هو عن طريق الذكاء برأيهم الخيار الثاني هو عن طريق طريقة الدراسة والخيار الأخير عن طريق وقت الدراسة راح نشوف النسب بالنسبة للأشخاص اللي عم بتواصلوا معنا عبر التطبيق شو بيعتقدوا اللي بيعتقدوا إنه الذكاء هو أفضل طريقة لإنجاح العملية التعليمية هم 8% فقط بالنسبة لطريقة الدراسة 85% أكيد دكتور يزان هل رح يكون كتير مبسوط وبالنسبة لوقت الدراسة هما 7% فقط فإيش رأيك دكتور؟ جميل أنا مبسوط على وعي الأهل لأنه بلا شك 100% صحيح والسؤال ذكي جدا وفي دراسة برضو ليست ببعيد زمانها في الجامعة أردنية وهي اعتماد على دراسات في أمريكا بتقول أنه خطأ أن يعتقد الناس بأنه المعيار الأهم للتحصيل والتعليم المتفوق هو الذكاء عامل الذكاء الايكيو بل بالعكس هي المهارات الدراسية هي العامل الأهم فكل ما تمكن ابني وبنتي من مهارات التدريس المذاكرة والذاكرة وتنظيم الوقت حتى لو كان ذكاءه بالمستوى الطبيعي جدا بيكون متفوق على طالب ذكي جدا لكن لا يمتلك هاي المهارات فصح على الوجهة عجبوها أبدعت ويعني أحسنتوا بالإجابات طيب ختاما دكتور يزن عبدو أنا أبدأت شكرك شكرا لك ويعطيك ألف عافية جدا نصائح مهمة اللي قدمت لنا إياها اليوم وإن شاء الله لو نطبق جزء بسيط منها رح يعني يحدث تغيير واضح بالعملية التعليمية شكرا لك وإحنا ختاما نتمنى على كل الطلاب كل التوفي إن شاء الله شكرا إليك دكتور يزن أهلا وسهلا فيك